موسيقى بينما تستمر ضغوط واشنطن على تل أبيب للانسحاب من غزة بعد الحال تبحث القيادة الإسرائيلية خيار العشائر لإدارة القطاع ماء ينتهي القطاع وبين هذا وذاك يواجه اقتصاد إسرائيل تحديات متلاحقة ونفقات متزايدة أهلا بكم إلى برنامج الرابع موسيقى إذن يبحث الكابينت خطة أعدها الجيش الإسرائيلي لإدارة قطاع غزة تعتمد في جوهرها على عشائر القطاع والعائلة الكبيرة وعن ذلك نتساءل في أي سياقات سياسية نفهم تحرك القيادة الإسرائيلية نحو خيار العشائر لإدارة قطاع غزة بعد الحرب لأي مدى سيكون الاقتصاد الإسرائيلي قادرا على تحمل تكلفة الحرب مع تراجع مردودية قطاعات مؤثرة العشائر في قطاع غزة ترفض مقترحا إسرائيليا من أجل لعب دور في توسيع المساعدات أو توزيع المساعدات في القطاع وإسرائيل تقترب أكثر من الاقتناع بالرؤية الأمريكية لشكل الحرب على القطاع حيث بدأت في صحب العديد من ألوية الاحتياط في ظل خسائر اقتصادية كبيرة هذا العناق الحار الذي كان في أولى أيام الحرب على قطاع غزة بدأت آثاره تتلاشى حتى أصبحت المعادلة بينهما كما يعتبر البعض أقرب إلى سؤال جوهري من يفرض رؤيته حكومة نتنياهو أم إدارة بايدن بشأن تصور مستقبل القطاع في اليوم الأول ما بعد الحرب مهدت إسرائيل قبل نحو أسبوعين لاستعدادات من أجل إنشاء هيئة تشرف على تقديم المساعدات في القطاع ولحقا تسربت تقارير عن خطة لطرد الأنروا من القطاع وفي النهاية وصلت إلى قرار بالاعتماد على الحمائل كما توصف في غزة أي العشائر والعائلات الكبيرة في القطاع والمعروفة لدى أجهزة الموساد والشباك من نجل توسيع المساعدات خلال الفترة الانتقالية ورغم رفض تلك العشائر لهذا المخطط على اعتباره إسفينة تحاول إسرائيل دقه بين أبناء القطاع لا يمكن وضع خطة نتنياهو إلا في سياق محاولة خلق واقع جديد تختلف فيه رؤية تل أبيب عن واشنطن التي لها مآخذ كبيرة على الوجود الأمني ومعه مشروع الاستيطان الذي يطمح إليه الائتلاف اليمني المتشدد في حكومة نتنياهو في ظل رفض أي دور للسلطة الفلسطينية من أجل إدارة القطاع لطالما رفضت واشنطن خلف الكواليس استمرار الحرب على قطاع غزة بشكلها الحالي لكن بوادر نجاح الضغط الأمريكي بدأت تظهر خصوصاً وأن نتنياهو بدأ يعي حجم الخسائر الكبيرة التي تكلف الاقتصاد والمقدرة بنحو 58 مليار دولار خلال نحو ثلاثة أشهر من الحرب فالدفع بنحو 300 ألف جندي من قوات الاحتياط في هذه الحرب كان سبباً في تعطل عجلة الإنتاج في إسرائيل بعد توقف عمل المصانع وخصوصاً الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة وما سحب الجيش الإسرائيلي للعديل من ألوية الاحتياط من داخل القطاع إلا ترجمة للقناعات الجديدة بأن الشكل الحالي للحرب على غزة لا يجدي قبل البدء بنقاش حلقة اليوم من برنامج الرابط هذا تذكير بسؤاليها في أي سياقات سياسية نفهم تحرك القيادة الإسرائيلية نحو خيار العشائر لإدارة قطاع غزة بعد الحرب لأي مدى سيكون الاقتصاد الإسرائيلي قادراً على تحمل تكلفة الحرب مع تراجع مردودية قطاعات مؤثرة إذن مشاهدين قبل أن نربط الاتصال مع ضيوفي حلقة اليوم من برنامج الرابط لبس أن نعرج مع زميننا قاسم الخطيب من القدس على تفاصيل هذه الخطة التي اقترحتها إسرائيل أهلا وسهلا قاسم قاسم هل لك أن تضعنا في سياق هذا المقترح الإسرائيلي الذي يقوم أساساً على العشائر لإدارة شؤون قطاع غزة مرحباً هناك قراءة إسرائيلية أو هناك رغبة في اليمين الإسرائيلي في اليمين المؤثر الإسرائيلي حالياً سواء في الليكود أو في الليكود الحزب الحاكم حزب نتانياهو أو في حزب بنكفير وحزب سموتريتش بأن لا تتجه إسرائيل إلى الطرح الأمريكي من خباء خلال قبول عودة السلطة الوطنية الفلسطينية بصيغة جديدة إلى تولي الأمور على الأرض في قطاع غزة وبالتالي هناك من يبحث في إسرائيل عن جهات متفرقة تستطيع تحمل المسؤوليات المدنية مباشرة بعد خروج إسرائيل من داخل قطاع غزة أو حتى عند بدء تطبيق المرحلة الثالثة إسرائيل تعتمد على أن هذا الموضوع العائلات الفلسطينية أو العشائر الفلسطينية يمكن التعويل عليها بصفتها الهوية الأضيق للفلسطينيين في قطاع غزة وبالتالي كوحدة اجتماعية قادرة على التأثير على توجهات أبنائها ولكن اقتصاديا تريد إسرائيل من الدول في المنطقة الدفع أو باتجاه نجاح هذه الخطة من خلال الدعم المالي لها وبالتالي هي بطريقة أو بخرة محاولة لاجتياز أو لتجاوز المقترحات الأمريكية والمقترحات الإقليمية ومن خلال الحفاظ أيضا على ما هو مقبول على مركبات الاتلاف الإسرائيلي لجهات الطرحات السياسية نعم قاسم هذا ما سيكون ضمن نقاش الكابينت طبعا وسيناقش نقاط أخرى اليوم لكن نوضح أيضا معك بأن رد العشائر كان واضحا برفض تام لهذا المقترح يعني يمكن القول أن قبل انتهاء الحرب على الأرض لا يمكن لأي طرف سواء كان الحديث يدور عن العشائر والقبائل الفلسطينية في قطاع غزة أو عن حركات سياسية فلسطينية فاعلة أو عن السلطة الفلسطينية أو كما وصلت بعض الاقتراحات في إسرائيل عن إقناع الدول العربية بإرسال قوة عربية أو إقناع الأمم المتحدة بإرسال قوة دولية لتولي المهام المدنية في قطاع غزة حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تستطع بناء على المستوى العسكري حتى تسرحت المستوى العسكري بتنفيذ الأهداف الأساسية للحرب من خلال القضاء على حركة حماس كقوة حاكمة في قطاع غزة والقضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس على الأرض وبالتالي عدم تحقيق هذه الأهداف التي يمكن أن تضمن ربما حرية عمل أكثر للعشائر أو حتى للسلطة الفلسطينية في حال عودتها أو لأي أطراف أخرى عمليا لا يمكن لإسرائيل أن تستطيع فرض إملاءاتها بالكامل على الأرض وعلى المركبات المختلفة للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة شكرا لك قاسم الخطيب كنت معنا من القدس أما الآن فنتوسع في مناقشة هذا الموضوع مع ضيوفنا دكتور وائل كريم الخبير في الاقتصاد السياسي الذي ينضم إلينا من الناصرة أما من رام الله فمعنا سيد خلدون البرغوثي الكاتب والباحث السياسي ومن عمان دكتور مازن أرشيد الباحث في أشؤون الاقتصادية أهلا بكم جميعا نستهل الحديث معك دكتور خلدون ونتساءل لماذا تريد إسرائيل أن تلعب هذه المرة على وطر العشائر في قطاع غزة أولا هي ليست المرة الأولى التي تبحث فيها إسرائيل عن قيادات بدل القيادات الفلسطينية الشرعية أو بدل القيادات الفلسطينية سواء في الضفة أو في قطاع غزة في الضفة سابقا حاولت مع ما تسمى العشائر كطرح ربما مؤخرا تمت الإشارة إليه ومن ثم حاولت سابقا أيضا مع ما تسمى روابط القرى كهيئة لحكم الفلسطينيين لكن كل هذه المشاريع لم تنجح الآن يحاولون إعادة الكرة في قطاع غزة والواضح أن رد الفعل الأولي حتى من العشائر نفسها ضد هذه الخطة وكما أشير سابقا إلى أن النقاش هذا حتى الآن هو مبكر جدا في طريقة التعاطي مع قطاع غزة بعد الحرب من المنظور الإسرائيلي كما أشير إلى أن الأمور مبكرة لأن المعركة على الأرض لم تحسن كذلك الخلافات في داخل الكابينت نفسه الآن يأتي سموتريتش وسيحاول طرح رؤيته على الكابينت المتعلقة بتهجير الفلسطينيين طوعا والتعزيز الاستيطان في قطاع غزة بعد نعزع السلاح عنهم المثير في كل هذه القضايا والتعامل الإسرائيلي بأنهم يتعاملون مع الفلسطينيين كأنهم غير مرئيين كأن القرار فقط لإسرائيل فيما يتعلق بمصير الفلسطينيين لا يريدون منح الفلسطينيين حقوق ولا دولة سيحددونهم مصير قطاع غزة يفعلون ما يريدون في الضفة الغربية وكأن الكل غائب ولعل هذا ما لخص بنيامين نتنياهو في مقولته أنه لا يريد لغزة يريد أن ينهي حالة حماسستان ولن يسمح بأن تصبح فتحستان أيضا وهذا أشار إليه أيضا فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية في الضفة التي اعتبر تأسيسها وأوسلو خطأ كبير لكنه باتواقعا مفروضا عليها الإشكالية في أن الفلسطيني غير مرئي بالنسبة للإسرائيل وبناء عليه نسمع كل هذه المقترحات التي ستنتهي إلى الفشل صحيح ربما سيد خلدون بعد قليل سنناقش موضوع كثرة المقترحات عن كيفية إدارة شؤون قطاع غزة لكن أستكمل في نقطة أشرت إليها لكن هذه المرة سأناقشها معك دكتور وائل وهو أنه من المبكر نوعا ما الحديث من الجانب الإسرائيلي على إدارة شؤون غزة وغيره لكن فكرة طرح اليوم التالي في الكابينت من الحرب أي دلالات لهذا الموضوع من الجانب الإسرائيلي عندما يناقش من الآن اليوم التالي من الحرب وكأننا نقترب من نهايتها يعني هو تساؤل لكل إسرائيلي الآن يعني بدأ الآن الإسرائيليون يتحدثون بواقع الحال ما بعد الحرب هل هناك جدوى من هذه الحرب وهل يمكن أن نصل إلى نتيجة نتيجة من خلالها يمكن أن تعلن الإسرائيل أنها انتصرت وأنها وصلت إلى النتيجة حتى وأن نجحت في القضاء على حماس بدأ الإسرائيليون الآن يعني يتحدثون ما بينهم في الوضعية التي يمكن أن تكون ما بعد حماس هل الوضعية التي سوف تكون هي أفضل من الوضعية التي كانت بعهد حماس ولذلك الآن هذا نتاج لهذا التجاذب الكبير بين الأطراف المختلفة في الساحة السياسية الإسرائيلية وبالضرورة هناك حالة فيها تحاول إسرائيل أن ترد عن الاقتراحات الأخرى التي تأتي إن كانت من الولايات المتحدة أو إن كانت من دول عربية مختلفة للوضعية التي يمكن أن تكون ما بعد حماس والآن التخبط الإسرائيلي في هذه المرحلة يدل على أن إسرائيل حتى الآن لم تعلم ولم تقرر ما هي النتيجة التي تريدها من هذه الحرب وهذا يضعف جدا الدعم الذي تتلقى هذه الحكومة أو الجيش الإسرائيلي من هذا العدوان ونرى هذا الموضوع في السجالات المختلفة التي تكون في وسائل الإعلام المختلفة بين السياسيين من الأطراف المختلفة إن كان من اليسار وإن كان من اليمين ونرى أن هذا التوجه الآن وكأن موضوع فلسطين وموضوع الدولة الفلسطينية وإمكانية التسوية المستقبلية لم يطرح من قبل إسرائيل وحتى من قبل الولايات المتحدة بشكل جدي على الطاولة يدل على أن إسرائيل ذاهب إلى مرحلة جديدة فيها سوف تبقى في حروب مستمرة متواصلة إن لم يكن كل سنة فيكون كل سنتين وأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سوف يستمر وهذا يقول بأن هذه الحكومة هي السرطان الأول الذي يهدد كيان هذه الدولة كون هذه الحكومة لا تأتي بأي بشائر مستقبلية لهذه الدولة لا تعطي أي حلول لهذا الصراع في المستقبل إن كان قريب وإن كان بعيد بل بالعكس الاختراحات من قبل سمطرش تقول بأنه يريد أن يبني مستوطنات في غزة وأن الاختراحات الأخرى بالتولي عشائر في غزة هذا يقول بأننا نريد كإسرائيليين أن يكون الوضع في غزة مزري إلى حد فيه سوف نواجه مواجهة مستقبلية في المستقبل القريب وهذا يقول بأن إسرائيل متخبطة لا تعلم ماذا تريد والآن أنا أعتقد بأن العدو الأساسي لإسرائيل هي الولايات المتحدة بمفهوم أنها تدعم هذه الغطرسة الإسرائيلية هذا التعامل ما سوف يأتي بها إلى هذه النتيجة التي لا خروج منها ووجودها في حرب مستمرة سنة بعد سنة بعد سنة أستسمحك سيد وائل سنناقش بعد قليل مسألة الضغط الأمريكي فيما يتعلق بهذه الحرب ونوازن الحوار أيضا معك دكتور مازن دكتور مازن استمعنا للدكتور وائل وأشار إلى مصطلح من الجانب الإسرائيلي هذا ما يعتقده على الأقل دراسة الفترة ما بعد حماس لكن هنا نتحدث هل فعلا إسرائيل متيقنة أنه ستكون هناك غزة من دون حماس وأن خطتها الحالية تبنى على هذا اليقين وهو صراحة صحيح الحرب الدائرة الآن حاول تفكيك حركة حماس عسكريا وغير ذلك ولكن هو الموضوع الأساسي يعني مش بس سياسي وحتى اقتصادي هي ليست فقط موضوع حماس يعني هو موضوع الاحتلال بشكل عام طول ما كان لا توجد هناك أفق سياسي حل سياسي لهذا الموضوع وهذه القضية التي انتدت لعقود طويلة هذا الهاجز سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة حتى على الاقتصاد سواء كان الاقتصاد في المنطقة وحتى على سعيد الاقتصاد الإسرائيلي يعني الاقتصاد هناك أيضا يتأثر بشكل كبير فيما تعلق بانعدام وجود أفق سياسي لهذا الموضوع وتأثيره على تدفق الاستثمارات الأجنبية للمدى المتوسط والطويل وكلما كان عامل عدم الاستقرار وعدم وجود رؤية واضحة لحل هذه القضية بشكل جذري كلما استمرت هذه التدعيات الاقتصادية بشكل سواء كان مباشر أو غير مباشر بطبيعة الحال طبعا نحن نتحدث الحرب قائمة حاليا هناك تدعيات اقتصادية لكن حتى عندما تتوقف الحرب لا يعني ذلك بأن الاقتصاد الإسرائيلي قادر لعودة مجددا عن مكان عليه حتى قبل الحرب على غزة لأنه على الأقل سوف تستمر هذه التدعيات لأكثر من عام قد تستمر العام أو أكثر من ذلك بقليل خصوصا بما يتعلق بتدفق الاستثمارات الأجنبية بناء مصانع جديدة وحتى فيما يتعلق في قطاع الخدمات والتكنولوجيا لتأثر خصوصا مع عدم تسريح حوالي 220 ألف جندي احتياط في الجيش الإسرائيل ومجموعة كبيرة تشتغل وتعمل في هذا القطاع الحيوي لديها لذلك الموضوع ليس فقط مرتبط بتفكيك حماس من جهة ولكن أيضا إيجاد حل وجود عامل عدم استقرار في المنطقة رح يظل له تدعيات اقتصادية بشكل كبير بشكل مباشر مثل ما ذكرنا أو حتى غير مباشر سنفصل معك كذلك دكتور مازن في موضوع تدعيات الاقتصادية نزيف المالي الذي عكسته أرقام عن الخسائل الإسرائيلية لكن مدى تدعياتها على اتخاذ القرار الميداني من قبل إسرائيل وهذه نقطة سنناقشها أكيد أعود إليك سيد خلدون عندما أشار سيد مازن أو دكتور مازن عن الوضع الاقتصادي في إسرائيل لكن عندما نحيل موضوعنا والذي كان بدايته عن إدارة شؤون قطاع غزة الآن الوضع في قطاع غزة مدمر بالكامل نتحدث أكيد عن تكلفة الإنسانية الكبيرة لكن هناك بعد الحرب هناك تكلفة مادية ومالية البنى التحتية كلها مدمرة يعني اليوم لو أردنا تصور منطقي لكيفية إدارة هذا القطاع الذي لا يمكن ربما أن يديره طرف واحد يعني هذه هي إدارة القطاع ليس من النحية السياسية فقط أو لحفظ مصالح إسرائيل وضمان عدم تكرار السبع من أكتوبر حسب رأيها لكن اقتصاديا أيضا بالنسبة لقطاع غزة ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة هو كما يبدو كانت محاولة لتحويل غزة إلى صحراء إسمنتية بمعنى ركام من الإسمنت يدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الكثير من الفلسطينيين رفضوا الخروج من شمال قطاع غزة وهنا بدأت العملية العسكرية تتعرقل استمرت في الشمال وذهبوا إلى جنوب قطاع غزة وبدأوا يمتدون إلى الوسط لكن العملية لا تزال تتعرقل وبالمناسبة أكثر منتقدي العملية والذين حذروا منها سابقا اللواء يتسحاكي بريك احتياط من الجيش الإسرائيلي الآن يشن هجمة كبيرة على المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل ويتهمهم بتضليل الإسرائيليين وبأن كل الحديث عن الانتصارات والتقدم في غزة هو للتضليل وأن الواقع على الأرض حسب المعلومات التي سيحصل وحصل عليها من قادة وجنود على الأرض مختلفة تماما عما يتم تسويقه لكن كما يبدو كان بنيمين نتنياهو وخاصة شركاءه أيضا في الاتلاف سموتريتش الذي يسعى إلى الذهاب إلى استيطان قطاع غزة من جديد يحاولون إخلاء القطاع سموتريتش قال يوم أمس أو الذي سبق بأن 100 أو 200 ألف مواطن في قطاع غزة أمر يمكن التعامل معه لكن ليس مليونين يعني هو يريد العودة إلى قضية لترانسفير فالنقاش مستقبل قطاع غزة قبل أن تحسم المعركة وفي نظر المعركة خاصة بعد أيضا قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يوم أمس إلغاء قانون المعقولية أو قانون إلغاء المعقولية هذا قد يدفع نتنياهو إلى المزيد من الشراسة والبحث عن إطالة أمد المعركة لأنه خسر معركة الإصلاحات القضائية وهذا يعني أن مستقبل بات حقيقة على المحكم مستقبله الشخصي والسياسي إذا انتهت هذه الحرب لذلك قد يطيل أمدها حتى لو ذهب باتجاه التطهير العرقي والإخلاء بالقصر للمواطنين في قطاع غزة لذلك نقاش التفاصيل القادمة فيما يتعلق بمستقبل القطاع تبقى مرهونة بتطورات الوضع الميداني لكن لو فرضا انتهت الحرب قريبا بضغط دولي أو أمريكي أو فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها الوضع هو بالفعل عملية إعادة بناء دولة من الصفر البنى التحتية كلها مدمرة لا مدارس ولا جامعات ولا بنى تحتية لا كهرباء ولا ماء ولا اتصالات كل هذه ولا مستشفيات طبعا ومئات آلاف المواطنين مليون مواطن يعانون وضع صحي ووضع غذائي كارثي البناء مثل هذا لن يحتمل أي طرف ربما فلسطيني القضية العالم ظلم الفلسطينيين بموقفه لمدة سبعين عاما على العالم أن يتحمل عملية إعادة بناء قطاع غزة وهذه لن تكون إلا ضمن حل أو رزمة سياسية شاملة للقضية الفلسطينية ككل نعم سيد خلدون أدعوك وأدعو الدكتور وائل ودكتور مازن البقاء معنا فحلقتنا مستمرة فاصل قصير وناود أهلا بكم من جديد استكمارا لبرنامج الرابط قال مسؤول إسرائيلي لشبكة سي أن آن الأمريكية أنه من المتوقع أن يسافر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى تل أبيب وشرق الأوسط هذا الأسبوع وذلك لمناقشة الخطوات التالية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وتأتي رحلة بلينكين المتوقعة بعد أن يلتقى مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية بوزير شؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر قبل أيام في واشنطن حيث ناقشوا لأكثر من أربع ساعات مستقبل الحرب في قطاع غسة نناقش الآن هذه التطورات مع ضيوفنا دائما وأجدد لهم التحية تجهي إليك دكتور وائل حتى نتحدث عن التحركات الأمريكية الأخيرة تجاه تل أبيب في معتقدك ورأيتك لهذا التحرك والتلميحات الأمريكية كذلك ماذا تتوقع أن تكون رسالة بلينكين هذه المرة وربما هي الزيارة الخامسة حتى الآن الموقف الأمريكي لم يكن حازما بكل ما يتعلق إن كان في موضوع الاستيطان وإن كان في موضوع الاحتلال وإن كان في موضوع حل الدولتين وإن كان في موضوع الانفراجة والتسوية ولذلك أنا أعتقد وكنت أعتقد دائما بأن الولايات المتحدة تريد أن تدير الصراع ولا تريد أن تحل الصراع وبالتالي هي توهم الإسرائيليين بأنها تريد أن تدعمهم دائما وأن من ناحية أخرى تحاول إيهام العالم العربي والعالم الحر بأنها مع حل الدولتين وأنها تريد أن يكون هناك حل دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولكن على أرض الواقع نرى بأن الولايات المتحدة لم تدعم الفلسطينيين في أي مرحلة من المراحل وأنها لم يكن لها أي موقف حازم مع الإسرائيليين بكل ما يتعلق بإيجاد حل فعلا يمكن أن ينهي هذا الصراع إلى الأبد وبالتالي أنا أعتقد أن المناورة التي تحاول أن تقوم بها الولايات المتحدة في هذه المرحلة هي إرضاء الإسرائيليين من ناحية أنهم يريدون دعم إسرائيل عسكريا ومن ناحية أخرى محاولة امتصاص الغضب الكبير الحاصل لدى العالم الحر ككل ولدى العالم العربي والإسلامي اتجاه الموقف الأمريكي الدعم لإسرائيل دون أن يكون له أي ملاحظة لما تقوم بإسرائيل من جرام حرب في غزة ولم يكن هناك من طرف الولايات المتحدة ضغط كافي لوقف هذه الحرب الدامية التي لن تجدي بشيء لو كنت أنا مستشار الإسرائيليين أقول لهم أول شيء يجب أن تتنازلوا عن هذا الدعم الوهمي لولايات المتحدة وأن تبدأوا تفكروا في مستقبل هذه الدولة ومستقبل هذه الدولة يستدعي بالضرورة فتح إمكانية للتسويع مع الفلسطينيين وإن لم يكن هناك تسويع مع الفلسطينيين ماذا يفيد الدعم الأمريكي؟ الشعب المظلوم سوف يقوم من ثباته حتى لو استطاعت إسرائيل الآن أن تضرب الفلسطينيين ضربة موجعة ولكن هذا لن يقضي على القضية الفلسطينية ولن يقضي على الحلم الفلسطيني وبالتالي يجب أن يكون هناك حل وسوف يقوم المارد الفلسطيني عاجلا أو ماجلا ويقف أمام الاحتلال وهذا موضوع علمنا إياه التاريخ في كل الحقب التاريخية ولذلك أنا أستغرب من أن قليلون الآن في الجانب الإسرائيلي الذين ينظرون إلى هذا الموضوع بعقلانية كافية تستطيع أن تفتح مجال لإمكانية أن يكون هناك أمل مستقبلي حتى لو كانت إسرائيل تريد أن توجد قيادة جديدة في فلسطين أو في غزة هذه القيادة يجب أن تأتي إلى شعبها بأمل معين أو بأفق معين إن لم يكن الأفق دولة فلسطينية على الأقل ليكن هناك تصريح من قبل الولايات المتحدة واتفاق مع الجانب الإسرائيلي والفلسطيني أن الدولة فلسطين سوف تقام في غضون مثلا عشر سنوات من الآن عندها يبدأ الفلسطيني يتشبث بشيء يلاقيه نوع من الأمل وعندها يمكن أن يختار قيادة مختلفة إن كانت إسرائيل تريد أن تغير القيادة أما إذا كانت إسرائيل متعنتة ووصلت بمراحل غطرستها إلى مرحلة فيها حتى مع السلطة الفلسطينية مع أن السلطة الفلسطينية تقوم بكل التعاون الأمني مع إسرائيل في غضون سبعة عشر سنة حتى الآن لم تعطي إسرائيل السلطة الفلسطينية أي شيء وبالتالي لم تعطي الفلسطينيين في الضفة أي أمل أنه سوف تكون دولة بل بالعكس زاد الإستيطان وزاد الاحتلال وزاد التضييق عن الفلسطينيين في الضفة إذن الطفل الفلسطيني في غزة سيقول لنفسه شيء واحد ووحيد أن إسرائيل لا تريد سلام وأن الحل الوحيد الذي يمكن أن يقوم به أو من خلاله بإقامة دولته أو الحصول على حريته هو المقاومة ولذلك إسرائيل في سياستها الحالية لا تعطي أي أمل الفلسطينيين وباعتقادي هذا انتحار إسرائيلي بالدرجة الأولى نعم دكتور وائل وهنا ربما معك سيد خلدون نناقش هذه النقطة يعني ما فهمتم من دكتور وائل أن في الأخير إسرائيل تبحث عن الحلول أو حتى الآن حكومة نتنياهو تبحث عن الحلول حل الشهر أو حل السنة وليس الحل القادم بعد عشر سنوات هذه النقطة نقطة ثانية سيد خلدون هل أنتم ممن يؤيدون فكرة أن واشنطن تلعب مناورة فقط في إيهام يعني الرأي العام بأنها تحاول الضغط على إسرائيل لكن داخليا وخلف الأبواب دعمها ما زال يعني في قضية الحل من تابع سيرة بن يمين نتنياهو تحديدا يدرك بأن هذا الشخص تربى على فكر جابوتينسكي وفكر والده بن سيون نتنياهو والذي يقضي إلى ضرورة الاستمرار في السيطرة على الأرض كاملة وعدم منح الفلسطينيين أيض حقوق وهو يعمل على ترسيخ ذلك بتجريد الفلسطينيين حتى من القيادة أو الاعتراف الدولي بهم كدولة وأشار إلى ذلك حتى في الخريطة التي رفعها في الأمم المتحدة والتي تلغي وجود الضفة الغربية وقطاع غزة ككيانان أو كخريطة مستقلة عن الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 48 لذلك هو لا يبحث عن حل يبحث عن استمرار السيطرة على الأرض وعلى الفلسطينيين الذين يعيشون عليها فيما يتعلق بالموقف الأمريكي حتى لو قررت الولايات المتحدة أن تغير سياستها بشكل تام هل ستكون قادرة على الضغط على حكومة إسرائيلية أفضل سقف يمكن أن تقبل به حاليا هو ما قدمته الإدارة الأمريكية السابقة وهي صفقة القرن إذا عدنا لعام 95 قبل مقتل رابين بشهر ألقى خطابا في الكنيسة وضع فيه الخطوط العريضة لخطة أوسلو 2 بالنسبة له وهي لا تختلف عن صفقة القرن الحدود الشرقية في الأغوار القدس موحدة عاصمة لإسرائيل السيطرة على الحدود والكيان الفلسطيني أقل من دولة مهمة إدارة شؤون الفلسطينيين هذا التصور كان لدى رابين وجاءت صفقة القرن بنسخة جديدة منه لا أكثر الآن لا يوجد في إسرائيل من يستطيع أن يقدم أو يتجرأ على طرح حل الدولتين حتى لو فازت حكومة إسرائيلية جديدة وجاء لبيد مثلا الذي تجرأ وطرح حل الدولتين قبل أكثر من عام في الأمم المتحدة جوبها بهجوم شديد من كافة الأطراف في إسرائيل خاصة اليمينية وبن يمين نتنياهو هل توجد إدارة أمريكية قادرة على فرض حل الدولتين على إسرائيل الخاصة أن الوضع في الضفة الغربية بات صعبا جدا نصف مليون مستوطن هل من السهل نزعهم هذا ناحية ناحية الثانية لو ذهب رئيس وزراء إسرائيلي إلى طرح قصة الدولتين شخصيا أتوقع أن يذهب الكثير من الإسرائيليين إلى التمرد العسكري خاصة من المستوطنين ومن قطعات الجيش التي بتى الكثير من ضباطه ينتمون إلى الصهيونية الدينية والتيار المتطرف رفضا لفكرة حل الدولتين لذلك الأمور صعبة جدا على أي حكومة إسرائيلية بغض النظر عن توجهاتها السياسية والإدارة الأمريكية ستكون عاجزة أمام الضغط على مثل هذه الحكومات نعم لكن ربما سيد خلدون الإدارة الأمريكية تملك كذلك أوراق تلعب عليها معدى أنها هي من تمول إسرائيل عسكريا وتمولها أيضا ماليا وهنا نناقش معك هذه النقطة دكتور مازن يعني الولايات المتحدة تغطي تقريبا ماليا أو على الأقل الخسائر التي ربما تخسرها إسرائيل في هذه الحرب والتي قدرت مؤخرا بـ 18 مليار دولار هنا كذلك نتساءل إلى أي مدى ستكون الولايات المتحدة قادرة على سد هذه الثغرات يعني مثل ما ذكرت في سؤالك الحقيقة صح هناك دعم لكن كماذا ذلك مرتبط على مدة هذه الحرب الحقيقة إلى متى سوف يتم الاستمرار في هذا الدعم يعني مثل ما نقول شك على بياض الحقيقة سواء كان مر من خلال الكونغرس أو من خلال الإدارة الأمريكية في واشنطن بتمرير مثل هذه القرارات ودعم غير مسبوق الحقيقة لإسرائيل سواء عسكريا أو ماليا وغير ذلك من أمور الحقيقة طول ما هو هناك لا توجد إرادة لدى دول الغربية أو بقيادة بولايات المتحدة لحل هذه المشكلة وكلما كانت فاتورة تكلفة الحرب على الدول الغربية منخفضة الحقيقة لا يوجد هناك تهديد للاقتصاد الغربي بطبيعة الحال كما كان هو الحال في حروب أخرى خصوصا في روسيا وأوكرانيا كان هناك تهديد للاقتصاد شفنا تحرك كبير جزء كبير له علاقة بالضغوط الاقتصادية للدول الغربية هناك وقرب النزاع الجغرافي والجيوسياسي لأوروبا تحديدا لكن كلما كانت تكاليف الاقتصاد ومصالحها الاقتصادية كلما كانت منخفضة بشكل كبير لن نتوقع تدخل جوهري وأساسي لحل القضية التي استمرت لعقود طويلة شفنا شو حصل الحقيقة في منطقة البحر الأحمر لما كانت هناك مصالح تم تهديدها وتهديد المصالح الغربية بشكل مباشر شفنا هناك أصبح تحرك كبير تحالف بقيادة الولايات المتحدة تحالف لحوالي 20 دولة والكثير من هذه الدول هي دول غربية لما كان هناك تهديد لهذه المصالح اقتصاديا بدأت الأمور تتحرك على هذا الشكل لكن للأسف القتل مستمر في قطاع غزة وشفنا أن هذا التهديد لا يشكل تهديد كبير على الولايات المتحدة لكن في نفس الوقت الوضع اختلف بشكل كبير خصوصا مع وجود السوشيل ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وشفنا هناك وعي لدى الشعب الأمريكي ولا للشعب الغربي في أوروبا وغيرها الوعي بدأ يستمر قد يكون كافي نعم أنا أستسمحك فقط ربما سنكمل معك هذه النقطة في الجزء الأخير من برنانا جرابة أدعوك وأدعو كذلك سيد خلدون والدكتور وائل للبقاء معنا في حلقتنا مستمرة فاصل قصير ونعم أهلا بكم من جديد خفض بنك إسرائيل المركزي أسعر الفائدة على الاقتراض قصير الأجل المرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات وذلك بعد صدور بيانات أظهرت ضعف الاقتصاد وتراجع التدخم نتيجة لحرب إسرائيل الدائرة ضد حماس في قطاع غزة قال البنك إن الحرب أو للحرب تداعيات اقتصادية كبيرة سواء على النشاط الاقتصادي أو على الأسواق المالية مؤكدا على حالة عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب ومدتها أستكمل النقاش حول هذا الموضوع وأتوجه إليك دكتور مازن مرة أخرى حتى أسألك عن مدى احتمال الاقتصاد الإسرائيلي لإمكانية استمرار أو ذهاب تل أبيب إلى حرب طويلة نعم ولو أنه يعني مفهوم الحرب الطويلة حتى قد تكون ذات حدة أقل الحقيقة مقارنة مع أول شهرين من الحرب اللي كانت يعني استخدمت جميع أسلحتها وحتى شفنا الدمار الهائل ولو أنه مستمر بطبيعة الحال ولو يعني هناك تصريحات يعني من فترة إلى أخرى تتحدث بأنه هناك إعادة تموضع للجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع الغزة ولكن ما بتوقع أنه يعني إسرائيل قادرة على الاستمرار حتى من الجانب الاقتصادي لفترة طويلة مثل بيذكر رئيس الوزراء نتنياهو بأنه قادر على الاستمرار لعدة شهور طويلة حتى بنهاية العام لكن أعتقد أنه هذه فقط دعايات سياسية انتخابية يعني ليظهر مدى قوء أنه لا يزال يعني في وضع قوي وقادر على إدارة الأمور وحتى أمور المرتبطة بالحرب الطبيعة الحال لكن شفنا قرار أيضا البنك المركزي هناك في إسرائيل يعني عملية تخفيض الفائدة بشكل يعني شفنا سريع طبعا من أجل تخفيف الضغوط الاقتصادية هناك صح أن معدلات التدخم أصبحت تتراجع ولكن ليس يعني بشكل يعني يعج من عملية تخفيض الفائدة هناك لكن هي محاولة لتنشيط الاقتصاد الذي يعني يتداعى بشكل متسارع الحقيقة ولو أنه العملة الإسرائيلية يعني تحسنت خلال الشهرين الماضيين لكن كل ذلك الحقيقة مرتبط أيضا بتطورات الحرب على أرض الواقع بطبيعة الحالة التطورات في البحر الأحمر يعني خصوصا إذا كمان شفنا التطورات في شمال إسرائيل توسع هذه الحرب كله رهينة للتطورات على أرض الواقع وأيضا قدرة إسرائيل على تحمل هذه الأوجاع وكلما طال الأمد للأسف استمرت العقود أطول كلما كانت فاتورة تكاليف الاقتصاد والخسائر كلما كانت أكبر مقارنة مع حروب سابقة حتى في عام 2014 كانت الفاتورة تراوح ما بين 3 إلى 5 مليار اليوم نتحدث عن حوالي 54 مليار دولار بتشكل حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل وذلك تعتبر من أعلى النسب في تاريخ إسرائيل وبالتالي هذه تكلفة مرتفعة ولما نتكلم عن في حال ارتفاع أو توسع هذه الحرب لتشمل المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر أكيد سيكون لها تدعيات أكبر بطبيعة الحالة صحيح تضحت الفكرة دكتور مازن وهنا سيد خلدون بمعرفتك لطريقة تفكير نتانياهو على الأقل لو وضع بين خيارين الاقتصاد أو الحرب في هذه المرحلة ماذا سيختار؟ في ظل هذه الحرب أو الوضع الاقتصاد لن يخدم بن يمين نتانياهو كثيرا على مستوى المستقبل الشخص الآن نتانياهو يتم تجريده من الأدوات القضائية التي كان يسعى إلى إقرارها لحماية نفسه أو للحصول على حصانة ألغي قانون المعقولية أو قانون إلغاء ذريعة المعقولية والآن قد يتم التعامل أمام المحكمة العليا مع القانون الذي يمنع عزل رئيس وزراء في منصبه وهذا يعني استهداف نتانياهو بشكل مباشر لذلك هو يرى بأنه مهدد شخصيا إطالة أمد الحرب لنلاحظ أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عندما هنأ أو تحدث عن الحرب والعام الجديد قال بأنها قد تستمر على مدى هذا العام ولا يأتي بهذا الكلام من فرص سوى أن لديه إحساسا بأن الأمر قد يذهب إلى ذلك على الأرض لم يحدث الكثير المقاومة لا تزال توجه ضربات لإسرائيل في المناطق التي دخلتها والمناطق التي لم تدخلها تشهد معارك حامية هذا بأقرار الجيش الإسرائيلي نفسه لذلك نتانياهو طالما أنه يشعر أنه مهدد مستعد أن يخاطر بإسرائيل خاطر بمستقبل إسرائيل كما قال عنه رئيس الدولة الإسرائيلية تسحاك هيرتسوك وقرب إسرائيل من حرب أهلية من أجل إقرار قوانين الإصلاح القضائي كما يسميها لأنه كان يبحث عن النجاة لنفسه الآن هو يرى أن نهاية الحرب قد تودي به سياسيا وشخصيا لذلك قد يذهب إلى التضحية بإسرائيل سياسيا واقتصاديا وعلى صورتها أمام العالم المهم أن ينجو هو بنفسه ربما يكون مخرج إسرائيل هو تواصل لولايات المتحدة كما يبدو مع أطراف داخل الليكود للانقلاب على نيتنياهو وحجب الثقة عن حكومته وبالتالي عزل وذهاب إما إلى انتخابات جديدة أو إلى تشكيل حكومة أخرى بمكونات مختلفة من داخل الكنيسة الحالي لكن إذا بقيت الأمور لدى نيتنياهو فربما سيكون هو أكثر خطر على إسرائيل من أي طرف خارجي آخر أكثر خطر على إسرائيل لكن أكثر خطر على الفلسطينيين وغزة أيضا هنا هل يتماشى هذا المنطق؟ بالنسبة لنتنياهو أن ينجو هو شخصيا نعم بالنسبة لنتنياهو أن ينجو هو شخصيا وأن يذهب الباقي إلى الجحيم بصراحة فعلها قبل ذلك إسرائيليا والآن هو مستعد لارتكاب ما يمكن ارتكابه ضد الفلسطينيين على أمل أن يحقق إنجاز ما قد يخفف من المحاسبة اللاحقة لذلك كما قلت بقرار المحكمة العليا يوم أمس إلغاء أول قوانين الإصلاحات القضائية الذي أقره تلاف نيتنياهو ربما يصبح نيتنياهو أكثر شراسة وأكثر بحثا عن إدامة هذه المعركة وحتى قد يخاطر ويذهب إلى فتح جبهات أخرى مع حزب الله ومع غيره المهم أن تبقى الأمور تحت سيطرته وأن لا يجد نفسه أمام الأسئلة الصعبة التي يطالب الكثير من الإسرائيليين بالبدء بها حتى في ظل الحرب نيتنياهو سئل عن المحاسبة فقال لا محاسبة إلا بعد انتهاء الحرب بمعنى هو يدفع بإمكانية محاسبته إلى ما بعد انتهاء الحرب وهذا قد يكون أحد أسباب إطالة أمدها أيضا نعم تضحت الصورة وربما سأستكمل من النقطة التي كنت تشير لها معك دكتور وائل عن نيتنياهو وكيف صار مستقبل قطاع غزة والحرب فيها مرتبط فقط بطموح سياسي لنتنياهو وكذلك من وجهة نظر نحن عندما نناقش مستقبل نيتنياهو نناقشه حتى نفهم كيف ستسير الأمور بالنسبة للفلسطينيين والقطاع غزة وذهابوا وغيابوا عن الواجهة هل يعني انتهاء الحرب أولا يعني من يزري الآن على المستوى الإسرائيلي باعتقادي يمكن أن يكون هناك بوادر لانفراج من خلال تحرك إسرائيلي داخلي بحيث أن المجتمع الإسرائيلي بات يفهم الآن بأنه هو رهينة لمطامح بنتنياهو ومطامعه بأنه يريد أن يبقى في الحكم وأنه يدفع ثمن أسرى يموتون وجنود يموتون دون أن يكون لهذه الحرب أي هدف واقعي يمكن من خلال تحسين الوضعية التي وصلت إليها إسرائيل من ناحية منسوب الأمن والأمان الذي تدنى إلى أدنى مستوياته ولم تكن إسرائيل في هذه الحالة على مدى أكثر من خمسين عاما من الآن حتى منذ حرب أكتوبر الأولى ولذلك الإسرائيليين الآن بدأوا يتحركون ورأينا أن نقاط الخلاف ما بين بيني جانس وبيبي نتنياهو الموجودين في نفس الحكومة في هذه المرحلة بدأت تطفو على السطح وأن قرار محكمة العدل العلية بما يتعلق بقانون معقولية أو قانون إرجاء معقولية هذا موضوع أدى بالتالي إلى يعطاء دفع كبير للجانب اليساري من الخارطة السياسية الإسرائيلية وأن الجانب اليميني بدأ الآن يفهم بأنه مقترب جدا من النهاية ولذلك الآن سوف يقوم بخطوات غطرسة يعني تودي به إلى النهاية بحيث أن الإسرائيليين يبدأوا الآن بالاحتجاجات من جديد وهذا موضوع قريب جدا على الساحة الإسرائيلية لأنه يبدو بأن الحرب لم توحد الإسرائيليين بما يكفي كي يستطيعون يواجهوا مرحلة ما بعد الحرب والآن أنا أعتقد بأن نهاية الحرب سوف تكون بداية حرب داخلية في داخل إسرائيل يمكن أن تصل إلى عنف داخل في إسرائيل وهذا يعيه الكثيرون من الإسرائيليين الآن حديث الدائر بين الجهات المختلفة في الشارع الإسرائيلي بأنه ماذا سوف يجري لنا بعد الحرب لأننا سوف نستفيق على واقع فيه هناك تضارب كبير بالمصالح بين الأطراف المختلفة وأن هناك التعند وغطرسة من قبل اليمين ومن قبل الأحزاب الدينية التي تريد السيطرة أيضا على المجال القضائي تريد السيطرة على الأموال والميزانيات الحكومة وهي تريد أيضا السيطرة حتى على مفهوم الدولة إن كان هو يهودي أو ديمقراطي وزيادة ثقل يهودية الدولة على حساب ديمقراطية الدولة وهذا سوف يأتي بالتالي إلى خروج الكثير من اليهود أسطى من إسرائيل لأنهم لا يستطيعون الحياة فيها يضطرون إلى أن يغلقوا محالهم في يوم السبت مثلا وأن لا يعملوا في أيام السبت وأن يقوموا باحترام الدين وما إلى ذلك هذه أمور ضد مفاهيم الكثيرين من اليهود الأشكنازة التي نعتهم من أوروبا والمتحدة ولذلك الحرب التي يمكن أن تكون بعد ذلك في الداخل الإسرائيلي باعتقادي سوف تكون هي التي تضغط على تغيير الواقع الفلسطين فقط الوقت يضغط علينا وتضحت الصورة دكتور وائل كريم الخبير في الاقتصاد السياسي والشكر موصول أيضا لك سيد خلدون البرغوثي الكاتب والباحث السياسي ودكتور مازن أرشيد الباحث في شؤون الاقتصادية شكرا لكم جميعا شكرا لكم